الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التريفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظره التونسي قيس سعيد لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات وكذلك الحرص على استمرار التنصيق الوثيق بين تونس ومصر تجاه تصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن تقديره البالغ لللفتة الكريمة من الرئيس السيسي مؤكدا عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة حيث حذر الرئيس من خطورة مصار التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي اللقاء تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرمية للتهديئة في المنطقة حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق نفت وزارة الخارجية مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق وأوضحت الخارجية أن مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين بالسودان وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية من الحرب الجارية بالسودان الشقيق كما دعت الخارجية المجتمع الدولية للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع تستأنف اليوم الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة بين حركتي حماس وفتحة لليوم الثاني على التوالي تناولت اجتماعات اليوم الأول التطورات السياسية والبيدانية في المناطق الفلسطينية مع التأكيد على توحيد الصف الفلسطيني وبحث الترتيبات المتعلقة بالتحديات الراهنة تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني في ظل التصعيد المستمر ضد قطاع غزة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن ظروف المعيشة في قطاع غزة أصبحت لا تحتمل وأن القطاع على شفير مجاعة من صنع الإنسان وحذر لازاريني من أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا قد تتفكك إذا اعتمد قانون حضرها داخل إسرائيل وأضاف لازاريني أنه يتعين على مجلس الأمن أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تضرب التعددية وتهدد السلام والأمن أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن إسرائيل لا شنت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية بريف حمص وموقع عسكري في حماة دون وقوع خسائر بشرية وفي لبنان واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق عدة في لبنان حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني أن غارات استهدفت بلدات درغية وأرزون جنوب لبنان ومحيط مدينة بعلبك بالبقاع شرق لبنان من جهته أفاد حزب الله بوقوع اشتباكات مع قوة إسرائيلية متوغلة جنوب لبنان هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتلى ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في تلك المعارك أعلن البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو تناول الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الاتصال كان مباشرا وبناء للغاية مشيرة إلى أن بايدن حث نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان وأضفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال الاتصال أن المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء إصراع وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين رياضيا واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمبارتين موريتانيا المقرر لهما يومي الحادي عشر والخامس عشر من أكتوبر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الفين خمس وعشرين بالمغرب شارك في ميران المنتخب خمسة وعشرون لاعبا وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على زيارة تدريب منتخب مصر لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب ووجه جهاز المنتخب الشكرى لوزير الرياضة بالتنصيق مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة على الدعم المستمر والمتواصل للمنتخب المصري اشتركوا في القناة